اشتركوا في القناة ادارة التغيير والتطوير التنظيمي وصلنا الى المحاضرة 16 نحن في نصف الطريق سنبدأ ببعض الملاحظات بسرعة لما تم تناوله في محاضرة 15 ثم نمر الى عناصر المحاضرة 16 طبي اهم ما تم تناوله في المحاضرة وابرز ما تم تناوله في المحاضرة 15 هي ان للتغيير عدة مداخل كنا نقول واحنا المدينة لها مداخل فالتغيير له نفس الشيء مداخل متعددة التغيير هناك المدخل الاول وهو مدخل رفض المرض واكدنا ان في هذا هذا المدخل يتضمن كم المرحلة يتضمن كما ذكرنا خمس مراحل اساسية ثم المدخل الثاني وهو مدخل الانسلاخ عن الحاضر ان هذا المدخل نفس الشيء يتضمن عدة مراحل وهي ثلاث مراحل اساسية ثم تناولنا ايضا المدخل الثالث وهو مدخل احلام المستقبل وركزنا ان التغيير يبدأ بحلم ولكن ليس في بعض الاحيان طبيعي حتى على مستوى مدرع المؤسسات في بعض الاحيان نسأل بعض الطلاب نسأل ما هو حلمك ما هي معناها اهدافك الاساسية على مستوى بعد الحصول على الشهادة نلاحظ ان هناك بعض معناها كأن الطلاب في بعض الاحيان ينقصهم معناها نقولوا احنا شحنا من الحلم وهو الحلم الايجابي البناء الذي معناها يؤية معناها ورأه تترعر على الاحلام الكبيرة وتكبر ثم تحقق الانجازات وهذا نوع من الحلم على مستوى المستقبل هذا اهم ما تم تناوله في المحاضرة رقم 15 محاضرة اليوم ومحاور هذه المحاضرة رقم 16 هو نتمن بالمدخل الاخير في هذه المداخل وهو مدخل صناعة المستقبل وهذا اهم جدا كيف نصنع المستقبل مش بعد الحين يمكن ان يكون حاضرنا معناها يمثل عدة اشكاليات على مستوى المنظمات ولكن نريد ان تكون لنا منظمات مصنفة في الخمسمائة موظمة اكتر انتاجية واكتر مردودية على مستوى عالمي نريد ان تكون لنا جامعات مصنفة في الخمسمائة وليس واحدة فقط وانما عديد من الجامعات يكون موجودين على مستوى نريد ان تكون جامعاتنا لا تقتصر على التدريس فقط وان يصبح لحلمنا ان يمثل الجانب التعليمي 30% اما جانب البحث العلمي فيكون 70% ان تكون الجامعات معناها منتجة على مستوى برعات اختراع في الهندسة في الصيدلة في الطب وان تكون لنا مساهمات وبصنات هذا ما معناها صناعة المستقبل كيف نصنع نصنع اجيال قادرة على انشاء مؤسسات معناها نريد ان يكون على كل مثلا مئة طالب متخرج من كلية الاقتصاد وإدارة العمال ان يكون معنا هنالك نسبة من المرواد الاعمال هكذا وانا ننظر الى مدخل صناعة المستقبل ثم العنصر الثاني تفسير اسليب التغيير والتطوير التنظيمي ماذا نعني بالاسليب اي طرق التغيير كيف يتمنا معنا نقول الاسلوب هو الكيفية ثم التعريف وانا ندخل في الفصل الخامس التعريف بطبيعة ومفهوم الصراع التنظيمي اي المنظمات ليس كيان معناها نقول واحنا الامور تتم في وئام تم والوئام ليس بالضرورة دايما جيد وبالتالي هنا نطرح موضوع الصراع ومفهوم معنا الصراع التنظيمي ثم العنصر الاخير تصميم وتصور تصميم وديزاين وتصور مراحل كيف نتصور تصور مراحل تطور الصراع التنظيمي طب ايه نبدأ بمدخل صناعة المستقبل يتم في مدخل صناعة المستقبل الانتقال الانتقال هو التحول من مرحلة الانتظار من انتظرها كانوا انسان يمتظر مكتوب في الايدي وانتظر واسعب الاشياء والانتظار معناها واسوأ الاشياء الانتظار والتوقع لما يمكن ان يحدث في المستقبل معنا كانوا يقول wait and see لا هذه وضعية سلبي يعني انا هنا اذا كنا في وضعية الانتظار فاننا سنكون في وضعية ردة فعل كما ذكرته في محاضرات سابقة معنا في وضعية الريكتف ترد الفعل توضعية دفاعية اما اذا كنا في مدخل صناعة فاننا نعد نحن تكون لنا بصمة في المستقبل في صناعة المستقبل في صناعة الموظمات لما يمكن ان يحدث في المستقبل الى مرحلة صناعة المستقبل ما معنى ذلك وهناك عدة عناصر بصنع التغيير وهي اهم عناصر اللي صناعة التغيير العنصر الاول تخطيط برامج صناعة المستقبل يمكن ان نصنع ماذا اجيال الجامعات على هذا دور كبير في صناعة المستقبل ما هو البروفايل كما نقولوا احنا للطالب في العشرية القادمة هذا يكون في الدور هي عملية تخطيطية يجب ان نرجع الى النواة الاولى ليس المدرسة الابتدائية ما قبل المدرسة الابتدائية وعلى مستوى العائلة ومن هنا ينطلق البرمجي برمجة اولادنا من البداية بالتالي هذا يجب ان تطلب عملية تخطيط اشكاليتنا مثلا على مستوى اللغات التي تستخدم هل اللغة العربية ما هي اللغة الثانية اين نبدأ ومتى تبدأ وبالتالي هذا اشياء هذه ستكرس معها ستبني الصورة التي نريدها على مستوى المستقبل وضع الاهداف ووضع الخطط خطط على مستوى وزارة تعليم خطط على مستوى وزارة الصحة وهو وغذالي صناعة المستقبل مثلا ناخذوا احنا من مؤسسات مؤسسات اقتصادية في مجال التكنولوجيا في مجال البرمجيات في مجال تحويل براءات الاختراع الموجودة في المجتمعنا الى انجازات صناعية كم يتم انجاز كم من براءة اختراع تم تحويلها الى مشروع صناعي وتجاري تنظيم قوى وعوامل صنع المستقبل الجانب التنظيمي احنا قلنا الجانب التخطيتي اذا خططنا يجب ان نحدد ينفر البوارد لا يمكن ان نريد ان نقول ان نريد ان يكون لنا جيل من المبدعين اذا كانوا المدرسين غير المبدعين فكيف سيكون لا يمكن فبالتالي ضروري ان يكون هناك على مستوى التنظيم اختيار الافراد الذين يدرسون يكون على مستوى تطلعاتنا المستقبلية الهيكل التنظيمي طبعا الذي يواكب هذه الصورة من ذلك النظام الاداري النظام الاداري معناه ثقيل بيروقراطية وغير ذلك لا يمكن ان يكون هذا بالعكس يجرنا الى معناه الصورة السلفية توجيه عناصر صنع المستقبل قيادة يجب ان تكون هناك قيادة جيدة الرزد الرزد معناه معناه البحث على استقصاء وضعيات يمكن تعتبر مثالية ويمكن ان يحتذى بها ونستأنس بها معناه رزد الممارسات الجيدة بيست براكتس والتتبع للمتغيرات نواكب المتغيرات والتدخل ممكن في بعض الحين فيه اوقات مناسبة التصحيح والتعديل للبرامج وخطط يعني ممكن احنا حددنا خطط ولكن نكتشف ان المتغيرات البيئية ما هذا تسببت في بعض الحرافات وبالتالي يجب ان نرجع الى هذه الخطط والبرامج متابعة تنفيذ عملية صنع المستقبل متابعة هذا جانب هام جدا ان كل عملية تخطيط تنتهي بالمتابعة والمورقة لا يمكن ان تكون منها بمعذب عن ذلك هناك هناك علاقة وثيقة بينهما متابعة وقائية طبيعي هناك يمكن ان نتابع بطبيعة وقائية اي لما نتنبأ وقائية معناها ما معناها نتنبأ باخطاء ونستعد لها ونواجها او متابعة علاجية اي ننتظر وقوع الخطأ ونعالجه اما في المتابعة الوقائية فلا ننتظر فنعالج لنا العلاج المسبق قبل حدوث اي وضعية سلبية معينة معناها فيه فيه اختلاف على هذا المستوى اسليب التغيير والتطوير التنظيم من اهم اسليب التغيير والتطوير التنظيمي ما يلي الاسلوب الاول واللي نعتبره اسلوب الناجع والاسلوب ما لنا الاساسي التأهيل والتدريب ضروري ان يقع تأهيل الافراد والجماعات التأهيل ليس معنا ذلك اننا نفتقد الى مهارات ولكن نريد ان نضمن اكثر غروف النجاح والتدريب ضروري ان المعلومات وممكن المعلومات اليوم التي نمتلكها والمهارات التي نمتلكها جيدة في سنة 1435 لكن 1436 تكون فاقدة لقيمتها فالمعلومة تفقد قيمتها كما تفقد الاموار وبالتاني ضروري التدريب يمكننا من تجاوز معناها انفسنا من تكيف مع المعلومات مع المعلومات الجديدة ومن الابداع يمكن ان نصل الى درجة معينة من الابداع الاسلوب الثاني الاختيار والتعيين الاختيار الاشخاص المناسبين المناسبين للمواقع والتي يكونون على مستوى الكفاءة في اعلى كفاءات وان يقدموا احسن ما لديهم على مستوى تعيينهم في مواقع معينة ثم الاسلوب الثالث الاجور والمكافآت وهنا ركزنا وانا برز لنا في عدة وضعيات ان التغيير يستدعي ويتطلب ان تكون هناك مكافآت ان تكون هناك تجعات على مستوى معنوي على مستوى مد وليس على مستوى مادي فحز ثم النظم الشاملة انا نقول واحنا عكس النظم الشاملة ممكن هناك نظم فرعية جزئية بالتالي ضروري ان يكون هناك شاملة ما معنى شاملة اي انها تأخذ بعين اعتبار المشكلات العمالية الفردية والجماعات لا نركز على جزء معين من الاشكاليات والمشكلات التي يمكن ان تقع داخل المنظمة وهذا يعطينا ان بعد عام والشمولية هام جدا يعني تعطينا نظرة استشرافية وليس يعني التركيز على جزء على حساب جزء جزء فقط يكون له انعكاسات سلبية الاسلوب الموالي الاسلوب رقم خمسة توصيف وتصنيف الوضاع طبعا يضروري ان توصيفها انا اعطيها ما هي مواصفاتها كل وظيفة لها مواصفات وظيفة المهندس المعماري ليست وظيفة مهندس الصيانة ووظيفة الكشير ووظيفة المحاسب ووظيفة المدرس والتصنيف هي ترتيبات كما نصنف اقول انا لو نطلب منكم تصنيف الوظاق احسن وظيفة نتمنى ان تكونها بنا فانا ندخل في تصنيف اللي يمكن تكون تصنيف اجتماعية ثقافية اقتصادية مناخو اكثر اقتصادية الوظيفة التي تمكن الحصول على اعلى راتب اجتماعية الوظيفة التي معناها تعتبر اجتماعية مقبولة على مستوى اعلى المراتب الاجتماعية وهذا تبسيط الاجراءات طبعا عكس تعقيد الاجراءات يعني كلما كانت الاجراءات بسيطة كلما نسبة التنفيذ ترتبع والتطبيق ترتبع اذا كانت اجراءات معقدة فالتوقعات من التنفيذ تقل القوانين والانظمة طبعا اذا كان بعد حين يكونوا فراغ مستوى قانوني وانظمة هذا يمكن يشل بعض العملية التجارية والمعاملات بين المنظمات او يشل عملية التغيير والتطوير التنظيم ضروري ان نشتغل داخل اطر قانونية هالعملية التغيير في منتجات معينة في خدمات معينة تتم داخل التشاريع الموجودة في بلد ما الابحاظ والدراسات الميدانية طبيعي الابحاظ هامة جدا تغذي عملية التغيير وتعطي شرعية ومشروعية للتغيير لأن اذا كان التغيير يتم دون مرجعية علمية ميدانية يمكن ان يؤدي الى انعكاسات سلبية مثال فانا لو ناخذ يمكن ذكرنا المثال هذا في بعض المحاضرات السابقة التغيير في عدد ساعات العمل او في ايام العمل اي وضع ان نشتغل في بعض الوظائف استثناء هناك قايمة استثنائية لاني ننقشها في وظائف ليست مرتبطة بايام وعينة يجب ان يكون الشغل دائم سبعة على ساعة لكن في بعض الوظائف هنا يمكن ان نشتغل هل نشتغل خمسة ايام ام ستة ايام مازال الجدل الى حد الان مطروح على مستوى المملكة العربية السعودية هل نشتغل هل نقلص ايام العمل الى خمسة ايام عرض ان يكون ستة ببعض وظائف معينة هذه تستثنين ما هي ان الكاسات لو يقع اتخاذ هذا القرار هل ستكون له ان الكاسات ايجابية على مستوى الاقتصاد او ستكون له ان الكاسات سلبية وهنا الجدل مازال موجود واستدعي الى ان تكون هناك اكثر من تقديم من براهين وتدعيم لاي انقرار كان سواء انقرار ا او قرار ب هنا ننتقل الى الفصل الخامس المتعلق بالصراع والتوتر التنظيمي طبيعي في هذا الشابتر الفصل سنتناول العنصر الاول والعنصر الثاني ثم يكون العنصرين الاخرين يتم تناولهم في المحاضرة رقم 17 اول سؤال يطرح نفسه هو طبيعة ومفهوم الصراع ماذا نعني وما هو مفهومنا للصراع وما هي طبيعة الصراع التنظيم هل طبيعة هنا مش لم تنطلق عدة تعاريف في هذا المجال يعتبر الصراع التنظيمي احدى الظواهر الطبيعية وهنا اهم جدا احنا قلنا الطبيعية يعني في وقت من الاوقات عدة نظريات في الادارة كانت تعتبر ان الصراع حالة غير طبيعية ويجب بكل جدية وبكل قوة القضاء على اي شكلا من اشكال الصراع لانه يؤدي الى انعكاسات سلبية على مستوى مردودية الشريف فالصراع حالة مرضية مش مرضية مرضية يعني يجب ان يقع علاجها في حياة الافراد والمؤسسات يمر المؤسسات تمر بفترات صراع الافراد يمرون بحالة صراع وهو ناخذ مثال انا بتكون انت مؤسسة بتكون وحيدة في السوق وتأخذ مئة في المئة من سوق معين ثم تظهر مؤسسة في نفس القطاع وتقدم نفس الخدمات وتكون مؤسسة منافسة ماذا سينجر عن وجود المنافس يمكن وجود المنافس سيؤدي الى صراع على مستوى الافراد في ناس يقع استدراجهم للمؤسسة المنافسة لكي يشتغلوا معها برواتف اعلى على مستوى المنظمة من الداخل يقع ارتباك خاصة اذا لم يقع الاعداد لبروز منافس في وقت من الاوقات فبالتالي هذا يؤدي الى ارتباكات والارتباكات تأخذ شكل صراع مال وهو امر حتمي يعني الصراع معناها هناك عدم تفاهم وجهات نظر مختلفة ادارة مثلا مدير تنفيذي يريد ان يتجه الى سوق معين استثمار فيه ومدير اخر له وجهة نظر مختلفة استثمار في قطع معين تمويل بآليات ا وتمويل بآليات ب اختلاف ما بين مدير تنفيذي ا ومدير تنفيذي ب وهذا يكون معناها يتسبب في صراع ما طبيعا يقول احنا الصراع عمر حتمي لان الثبات والاستقرار بصفة مستمرة وبصورة مستمرة يكاد يكون من الامور المستحيلة اليوم لا يمكن انبوسيبل كي ما قل النغة الانجليزية لا يمكن ان نجح تقول احنا شركة تقول هذه معناها خمسة على خمسة نحن في وفاق تم اذا كان هذا ما يعكس تعكسه ادار العام فانها الوضعية سيئة لان لما اي طارق يأتي داخل مؤسسة هذه فسنلاحظ انها ستنهار بسرعة طبيعة يعد الصراع التنظيمي احد الاشكال الرئيسية للتفاعل انتر بيئية بين منظمات ادارية واختلافات في مستويات الادراكية تناقضات في سلوك الابراد لو كان احنا في قطاع الاتصالات وما زال عنا استيسي فقط هل سنكون احسن في وضعنا كعملاء شو اهمية الصراع كيف تكون على مستوى العميل مراحل تطور الصراع طبيعي الصراع مر بالثلاثة مراحل اساسية هذه مش قولها بسرعة ثم سيتم تناولها ان شاء الله في المحاضرة القادمة باكتر دقة المرحلة التقليدية الصراع مرها يكون ناتج عن اتصال لايب ليس ونالك اتصال جيد مرحلة الفكر السلوكي الصراع له فوائد كبير والمرحلة المدرسة التفاعلية الصراع تحويله الى طاقة ايجابية هذه اهم المراحل الخلاثة سيتم تناولها ان شاء الله في المحاضرة الـ 15 هكذا ننهي لقاءنا اليوم والمحاضرة الـ 16 ان شاء الله تكون منا مججية للطلاب ونستودعكم الله ونقول لكم الى اللقاء في المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة